هذا قسم غسيل الكل في مستشفى رفيق الحرير الحكومي الذي كانت الأمال معقودة عليه ليكون أحد أفضل مستشفيات البلد من حكومية وخاصة الصورة قد تبدو طبيعية لكن خيبات الأمل تبدأ عندما يباشر المرضى بالحديث عن معاناتهم أمران منجي ما في شاش ما في تلزيء أبر أبوتن نحن مفروض أن نخدك الجلسة صارنا شهرين ما حدا نعطانا بلولنا مثلا نشترون على حسابكم أمران ماء كنا نخصر ساعتين أمران يحطوننا مثلا ساعة ويقولوا روحها على البيت ما في ماء هلأ تعيت الضغط بدي أختي الضغط مفقوعة مش نبنيحها بعتوها لا يدرزوها لحتى يخدو لي ضغطي الشكوى من نقص التجهيزات لا يقتصر على المريض فالطاقم الطبي يصرخ أيضا مع بعض العاملين في المستشفى توجهت كاميرا ال LBCI إلى المخزن لتجد رفوفا فارغة بمعظمها أو في أحسن الأحوال تصلح لتكون رفوف مستوصف كبير هذا المخزن مخطط لألوك من مواد لحوالي 500-540 تخت مريض داخل المؤسسة للأسف اليوم المواد الموجودة داخل المخزن ما بتوفي حاجة 150 مريض داخل المستشفى وعند الخروج من المستشفى تظهر المشكلة الأهم هؤلاء الموظفون لم يقبضوا رواتبهم منذ شهرين وفي جعبتهم عشرات الأخبار عن التقصير والإهمال لدينا إن شاء الله موعدين أن يعيدوا بس أنا حاسسوا ما هي يعيدوا يعني دمعتين بقل بعيني يعني هيك صرح كبير بهاك موصفين كبار يصير فينا هيك والله حرام مجلس إدارة له خمس سنين ممدد له مع رئيس مجلس إدارة المستشفى عم تنهار ما شفنا ولا حدا وقف وقال نحنا عم نشتغل أو بنا نعمل أو بنا نعلي الصوت ما لدينا مي صخنة نحمل فيها المرضى نضطر أو نحمل بمي مسأعة أو نسخم مي بالمايكرويف تبعنا اللي هو مفروض لقلنا اللي نحن مشتريين ومش مقدم هيدا من أحد حلول تبع الإدارة لما منقول ما في مي صخنة مش جمعة وجمعتين وشهر وشهرين صارنا قدية أربعة شهور هيدا الوضع أو أكتر من أربعة شهور أهو القرار السياسي الذي يمنع إعادة النهوض بالمستشفى أم هي المصالح الخاصة أو ربما عدم حاجة المسؤولين إلى خدماته فهم إذا مرضوا تفتح أمامهم أبواب أغلى المستشفيات ترجمة نانسي قنقر